موسيقى بتوجيه من الرئيس الاسد العماد ايوب يقوم بجولة ميدانية اتفقد خلالها قواتنا العاملة في حلب واريفها موسيقى الجيش العربي السوري يسيطر على جبل هيال والتلال الاستراتيجية المشرفة على تدمر وسط حالة من الانهيار في صفوف ارهابي داعش موسيقى مصدر مقرب من وفد الجمهورية العربية السورية الى جينيف يكشف عن ارتياح الوفد لسير المحادثات وعن تقديمه مجموعة من التعديلات والملاحظات على ورقة ديمستورا موسيقى موسيقى اصعد الله مساءكم بكل خير واهلا بكم الى هذه الساعة الاخبارية نقدمها لكم من دمشق بتوجيها من الرئيس الفريق بشار الاسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة قام السيد العماد علي عبدالله ايوب رئيس هيئة الاركان العامة للجيش والقوات المسلحة قام بجولة ميدانية تفقد خلالها قواتنا العاملة في حلب وريفها بتوجيه من الرئيس الفريق بشار الاسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة قام السيد العماد علي عبدالله ايوب رئيس هيئة الاركان العامة للجيش والقوات المسلحة يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة بجولة ميدانية تفقد خلالها قواتنا العاملة في حلب وريفها والتقى القادة والمقاتلين في مواقعهم ونقل اليهم محبة الرئيس الفريق بشار الاسد واعتزازه ببطولاتهم وتضحياتهم وفي اثناء جولته في مدينة تادف وابو طلطل وعدد من القرى والبلدات المحررة في الريف الشمالي الشرقي لمدينة حلب اطلع السيد العماد على حجم الدمار والتخريب الذي خلفته عصابات داعش الارهابية وعلى اساليبها الاجرامية في تفخيخ العربات المدرعة التي زودتها بها الدول الراعية للارهاب وفي احد المواقع في جبل السليم استمع العماد ايوب من القادة الميدانيين الى شرح مفصل حول طبيعة المعارك التي خضتها وحدات قواتنا المسلحة العاملة في حلب الشمالي الشرقي والاساليب التي استخدمها تنظيم داعش الارهابي في التحصين الهندسي واشاد سيادته بشجاعة المقاتلين وما ابدوه من مهارة عالية وخبرات كبيرة في اقتحام هذه التحصينات وطرد تنظيم داعش الارهابي من عشرات القرى والبلدات في المنطقة كما زار العماد ايوب قاعدة كويرس الجوية والتقى قائدة وضباط القاعدة واثنى على جهودهم وعلى النجاحات التي يحققونها في مواجهة تنظيم داعش الارهابي وتفقد وحداتنا العاملة على الاتجاه الجنوبي الغربي لمدينة حلب واطلع على طبيعة الموقف القتالي والمهام التي تنفذها القوات على هذا الاتجاه وفي ختام جولته زود العماد ايوب رئيس هيئة الاركان العامة القادة والمقاتلين بتوجيهاته مؤكدا على اهمية استمرار العمل بهذه الوتيرة ضد تنظيم داعش الارهابي منوها باهمية الانجازات التي تحققت على اكثر من اتجاه في مدينة حلب وريفها مشيدا بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها مقاتلون البواسل وعزيمتهم واصرارهم على تحقيق النصر مهما بلغت التضحيات ميدانيا سيطرت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في ريف حمصة الشرقي سيطرت على جبل هيال والتلال الاستراتيجية المشرفة على مدينة تدمر في الجهة الغربية وذلك وسط حالة من الانهيار في صفوف ارهابي داعش في خطوة مهمة نحو تسريع انهيار المجموعات الارهابية المنتشرة في مدينة تدمر ودحرها خارج المدينة سيطرت وحدات الجيش العربي السوري على جبل هيال والتلال الاستراتيجية المشرفة على مدينة تدمر في الجهة الغربية وسط حالة من الانهيار في صفوف ارهابي داعش مصدر عسكري كان اعلن فرض السيطرة الكاملة على مثلات تدمر الاستراتيجي خلال العملية العسكرية الواسعة التي تنفذها وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة لشتاة تنظيم داعش من الريف الشرقي لمدينة حمص وحدات الجيش كانت احكمت خلال عملياتها المتواصلة على تجمعات وتحصينات ومحاور تسلل ارهابي التنظيم في الايام الماضية على طريق الواصل بين سد وادي ابيض وتدمر وجميع النقاط الحاكمة والمشرفة على حق المهر للغاز والمقالع الرخامية والنقطة 939.5 التي تعد اعلى نقطة في جبال الهيال ومدرسة السياقة في منطقة البيارات وقريتي طرفة الغربية والكلابية في منطقة البيارات بريف تدمر الغربية في هذه الاثناء وجه سلاح الجو في الجيش العربي السوري ضربات مكثفة على تجمعات وخطوط امداد لتنظيم داعش المدراج على لائحة الارهاب الدولية في محيط مدينة دير الزور حيث اسفرت الضربات الجوية عن تدمير تحصينات وتجمعات للتنظيم وايقاع عدد من ارهابيه بين قتيل ومصاب وذلك في منطقتين مع عامل البلوك القريبة من لواء التأمين والمهندسين بمحيط جبل الثردة وفي ثلاثة وعشرين بمنطقة المقابر موسيقى عقد وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفر جلسة محادثات جديدة مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا استفان ديمستورا وذلك في مقر الأمم المتحدة بجينيف في إطار الجولة الرابعة من الحوار السوري السوري وكان وفد الجمهورية العربية السورية عقد ثلاثة جلسات مع ديمستورا في جينيف خلال الأيام الماضية هذا وأكد مصدر مقرب من وفد الجمهورية العربية السورية إلى جينيف أن الوفدة مرتاح لسير المحادثات وقد قدم مجموعة من التعديلات والملاحظات على الورقة التي تسلمها من المبعوث الخاص يوم أمس والمعنونة مبادئ أساسية للحل السياسي في الجمهورية العربية السورية وأضاف المصدر أن الوفدة طلب من ديمستورا إطلاع وفود المعارضات على الورقة المعدلة وأن يحصل على موقفهم منها معتبرا أن هذه المبادئ في حال قبولها من تلك الوفود يمكن أن تكون الأساس في أي نقاش وطني حول جميع المواضيع المطروحة خلال المحادثات السورية السورية المصدر أشار أيضا إلى أنه خلال اليومين الماضيين كان هناك محادثات معمقة ومثمرة بين الوفد وديمستورا حول جدول أعمال المحادثات وتوجد بالاتفاق على أن يتضمن الجدول أربع سلل تساويه في الأهمية تتساوى في الأهمية وهي الإرهاب والحكم والدستور والانتخابات وللمزيد ينضم إلينا من جينيف موفد الإخبارية السورية إلى هناك إياد خلف مرحبا بك إياد هياك الله جلال تفضل إياد لتضعنا بداية في تفاصيل ما يجري في جينيف وخاصة بعد ما وردنا من معلومات حول الوفد الجمهورية العربية السورية نعم نعم ربما أبرز الأحداث التي جرت اليوم هو ما وصلنا من مصدر مقرب من وفد الجمهورية العربية السورية أنه بعد هذه الاجتماعات الأربع التي أجرها وفد الجمهورية العربية السورية مع المبوطة الدولة السيفان دمستورة بأنه تم الاتفاق على أربع سلل يتم النقاش بها بشكل متساوي فيما بينها وهي محاربة الإرهاب والحكم والدستور والانتخابات هذا ربما هو أبرز حدث اليوم هنا في جينيف فأيضا كان هناك سلسلة لقاءات أجريت خلال السبع أيام هذه لكن من المفت للنظر أن منصة القهر ومنصة الرياض لم يجتمع معهم سيد دمستورة سوى مرة واحدة بينما اجتمع مع وفد رياض ثلاث مرات وأيضا حسب المصدر المقرب من وفد الجمهورية العربية السورية أن كل ما تدوله وفد الرياض حوله على لسان سيد سيفان دمستورة ولو إيا إلى المرحلة الانتقالية وإلى آخره من هذا الكلام ليس بالكلام الصحيح وكله يصب في إفشال محاولة إفشال ما يجري هنا في جينيف ومن الواحد وحن هذا كما قلت لك من خلال تصرفاته من خلال ما يقوم به يحاول إفشال ما يجري هنا في جينيف لكن هذه السلل الأربعة التي سيتم البحث بها أو هي الأساس للنقاش هنا في جينيف سيتم التعامل معها بالتثاوي في ما بينها أيضا كان هناك من البارز أيضا المؤتمر الصحفي الذي أجره في ناديكاتلوف هنا مع بعض وسائل الإعلام كان أيضا هناك تركيز على أولوية محاربة الإرهاب لا يمكن الوصول إلى حل سياسي في سوريا دون مكافحة الإرهاب هذا أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لجينيف قاتلوف قاتلوف أجرى سلسلة لقاءات لتقريب وجهة المظر بين منصات المعارضات حسب ما قال أيضا أنه في هذه الجولة لن يكون هناك محادثات مباشرة أو لقاءات مباشرة بين وفد الجمهورية العربية السورية ووفود المعارضات سيقصر الأمر على المحادثات من خلال الوصيف وهو المبعوث تولي إلى سوريا سيفان ديمستورا طب من الوفود التي التقاها جيناديكاتلوف اليوم في جينيف إياد نعم التقى جيناديكاتلوف منصة الموسكو وأيضا التقى الوفد القادم من الرياض والتقى ووفد الجمهورية العربية السورية والتقى أيضا منصة القاهرة الجميع الوفود للمشاركة هنا التقاها سيد جيناديكاتلوف بالإضافة إلى السيد سيفان ديمستورا يحاول الجانب الروسي يدفع بعجلة المحادثات هنا في جينيف في ظل تعثر هذه المحادثات بسبب الخلافات الكبيرة والمعمق والعامل بين وفود المعارضات هنا في جينيف طيب إياد يعني أخيرا اليوم بعد ما تحدث به جيناديكاتلوف وهذه التصريحات التي أشار بها إلى بأن المشكلة هي عدم وجود وفد موحد أو إحدى المشاكل التي تعترض هذه اللقاءات هل يمكن أن يؤثر اليوم الطرف الروسي على جميع الأطراف من أجل تحريك وهو ما سماها بأنه تحريك من النقطة الميتة لتحريك هذه المفاوضات هل ممكن أن ننجح اليوم الطرف الروسي هل هناك ردود فعلي من قبل باقي الوفود على اللقاءات التي أجريت مع الجانب الروسي يعني الجانب الروسي يحاول فعلا من خلال هذه الاجتماعات تحريك عجلة المحادثات من خلال الضغط على كافة المشاركين وتحديدا الوفد المعطل لما يجري هنا في جينيف ربما هي العقبة الأكبر اليوم عدم وجود فعلا معارضة واحدة يمكن لوفد الجمهورية العربية السورية أن يحاورها هم ثلاث منصات جلال بثلاث رؤى بثلاث أفكار لا يمكن لوفد الجمهورية العربية السورية أن يحاور هنا في جينيف ثلاث منصات في آن معا يعني على الأقل أن يكونوا وفد واحدا لم يكونوا وفد موحد لكن هذه السلة الأربعة التي تحدث عنها المنظر المقرب لوفد الجمهورية العربية السورية ربما تكون هي الأساس اليوم لتحريك عجلة المحادثات إذا ما تم يعني إذا ما تم التعامل معها بشكل إيجابي من قبل الوفود المشاركة في جينيف وغير واضح إن وافقت جميع الأطراف على هذه السلة هل هناك ردود أفعال من قبل الوفود المعارضات على هذه السلة حتى الآن هل صدر أي تصريح؟ يعني حسب المظر المقرب جلال وفد الجمهورية العربية السورية طلب من السيد السيفان ديمستورا أن يطلع الوفود الأخرى على هذه التعديلات والملاحظات التي قدموها على وركة السيد السيفان ديمستورا سيتم إطلاع هذه الوفود على هذه التعديلات والملاحظات لكن للآن لم يزر أي موقف واضح من هذه الوفود في حال حصلنا على أي معلومة سنوافق بها إن شاء الله نعم وحتى الآن كما ذكرت لنا في نشرات سابقة ليس من جديد في إن كان برنامج عمل الغد لقاءات متوقعة أو متوقعة حتى الآن لم يتسرر أي شيء في هذه الإطار أخيرا لو سمعت ليس لدينا أي فكرة عن جدول أعمال الغد نحن عادة نتسلم عن طريق البريدة الكتروني للأمم المساحدة للآن لم يصلنا أي برنامج لجدول أعمال الغد في حال أيضا وصول أي معلومة حول برنامج الاجتماعات غدا سأوافقكم به جلا نعم ياد خلف موفد الإخبارية السورية إلى جينيف كنت معنا عبر الهاتف من جينيف شكرا جزيلا لك في سياق متصل أكد وزير الخارجي روسي سيرجي لافروف ضرورة عدم السماح للمتطرفين بالتسلل إلى العملية السياسية بشأن سوريا الدور الروسي الداعم للحوار السوري سوري والحرص على مكافحة الإرهاب أمور تجسدت في تصريحات دبلوماسيين الروس مرارا واليوم جدد التأكيد عليها وزير الخارجي سيرجي لافروف بعد محاولات أطراف اللاعب على مصطلحات القرارات الدولية من أجل الوصول إلى مبتغاها خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره النجيري إبراهيم يعقوب شدد لافروف على ضرورة عدم السماح للتنظيمات المصنفة إرهابية من قبل مجلس الأمن الدولي التسلل إلى المحادثات السياسية معربا عن أمله في ألا تتعرض صيغة جينيف للتعطيل وأن تواصل لعب دور مهم بتعزيز الحل في سوريا تماما كاجتماعات أستنى الوزير الروسي أوضح أن جدول أعمال المحادثات في جينيف تحدده قرارات مجلس الأمن الدولي لسيما القرار 2254 الذي يتضمن المطالبة بمكافعة الإرهاب دون هوادة وفصل ما يسمى المعارضة المعتدلة عن التنظيمات الإرهابية مشددا على أنه في حال شطب بند محاربة الإرهاب منها فلن تظل أجندة جينيف متناسبة مع متطلبات القرار الدولي رغم تعنت منصات المعارضة على اختلافها في جينيف ببنود تتناسب مع طموحاتها ورغم محاولاتهم المستمرة تسييس القرارات الدولية لصالحها يبقى مطلب مكافحة الإرهاب أولوية لدى الشارع السوري وهو ما يصر عليه وفد الجمهورية العربية السورية في العاصمة السويسرية وغيرها من المحافل الدولية ومن جينيف أيضا أكد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري ضرورة محاربة أينما وجد وقال إن العراق تعاون في هذا الإطار مع الجارة سوريا ووجه الجعفري النصيحة لتركيا بأن الإرهاب سيطال الجميع مكافحة الإرهاب في سوريا باتت على سلم أولويات مختلف دول العالم فكل اللقاءات والاجتماعات الوطنية والإقليمية والدولية تتصدى لهذا الخطر الدهم فيما لا تزال مجموعة الرياضة تستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق مآربها ومصالح مشغليها في السعودية وتركيا ترفض إدراجه على جدول أعمال محادثات جينيف الرابعة العراق ومصر ألتان تخضان حربا موازية للحرب التي يخضها الجيش العربي السوري ضد تنظيم داعش الإرهابي على أراضيهما أكدتها أهمية ضرب الإرهاب التكفيري ودحره ووقف تمويله لأنه يشكل خطرا عالميا وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري أكد أن العراق يضرب الإرهاب أينما وجد بتعاون مع الجارة سوريا وأن ما يضر بسوريا يضر العراق نصيحتي لكل دولة أنا لا تراهن على أن الإرهاب لا يشكل خطرا عليها بعدين لا معنى أن نتصور أن دولة من الدول تكون في مأمن والإرهاب ينتشر من هذه الأطراف ويتسع إلى أطراف أخرى نصيحتي ليس فقط لتركيا لكن لكل دول العالم أنها يجب أن تضع في سلم أولوياتها الخطر الإرهابي وأنه لا يمكن السكوت والركون إليه الموقف ذاته أكده وزير خارجية مصر سامح شكري في كلمة له أمام الدورة الرابعة وثلاثين لمجلس حقوق الإنسان مشيرا إلى ضرورة وقف تدفق السلاح والأموال للجماعات الإرهابية في سوريا وضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة فيها مواقف متقدمة للقاهرة وبغداد تم الإعلان عنها عشية إحباط روسيا والصين لمشروع قرار غربي ضد سوريا وكان لمصر كلمتها عندما امتنعت عن التصويت لصالح القرار في إشارة جديدة على أن محور الإرهاب والعدوان بدأ يتحجم ويتضاءل أمام إرادة شعوب المنطقة بدحر الإرهاب وداعمه وفي جينيف أيضا التقى وفد دبلوماسي إيراني ممثلين عن منصة موسكو على هامش مؤتمر جينيف للحوار السوري السوري وأفاد موفد الإخبارية السورية بأن اللقاء تضمن تبادل وجهات النظر والاتفاق على ضرورة مواصلة المحادثات خرج أهالي بلدة ترملة التابعة لناحية كفر نبول في منطقة معرة النعمان في محافظة إدلب خرجوا بمظاهرة للمطالبة بإنهاء المظاهر المسلحة في البلدة تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا حسام الشب بهذه الكلمات صرخ أهالي بلدة ترملة في وجه العصابات الإرهابية التي طغت وضاق صدر الأهالي بريف إدلب من ظلمها تلك المجموعات الإرهابية التي لا تأل جهدا في استبدادها وظلمها للمدنيين الأبرياء ريف إدلب المشتعل دائما بسبب الخلافات الدائرة بين المجموعات الإرهابية زاد من اختقان الأهالي ضد تلك المجموعات وخرجوا بمظاهرات تطالبها بالخروج من مناطقهم فقرية ترملة ليست الأولى التي طالبت الإرهابيين بالرحيل بل كان هناك العديد من المظاهرات في مناطق متفرقة من ريف إدلب طالبتهم بالخروج إلا أن الرصاص كان مقابلا لتلك الأصوات الاقتتال بين التنظيمات الإرهابية لم يتوقف في إدلب فبعد الأحداث التي شهدها الريف الإدلبي والتي أدت لخروج ما يسمى لواء الأقصى من ريف إدلب باتجاه الرقة قامت ما تسمى هيئة تحرير الشام بالاستيلاء على مقرات ومستودعات للذخيرة لما يسمى فيلق الشام الإرهابي في بلدة قاح وحاصرت مجموعة رفضت تسليم نفسها كما وهاجمت مقرات ومستودعات لما يسمى الفرقة 23 التابعة لما يسمى الجيش الحر في حرب نوش وإطما ومحيطها شمال إدلب في كل يوم يمضي تظهر الحرب على سوريا حقيقة جديدة تكشف زيف الدعاءات غزاتها وليست تظاهرات منددة بتواجد التنظيمات الإرهابية في بلدة ترملة بآخرها فلعل الأيام القادمة ستحمل مفاجآة كثيرة لن تقف عند حد التناحر الحاصل بين فصائل التنظيمات الإرهابية حسام الشاب الإخبارية السورية ساعتنا الإخبارية مستمرة وفيها أيضا الجيش العراقي يقطع آخر طريق رئيسي للخروج من الموصل ويسيطر على طرق الوصول إلى المدينة من الشمال الغربي هذه الساعة الإخبارية مستمرة للمزيد تفضلوا بالبقاء معنا هذه السورة هذه السورة الآن مباشرة لبشار الزعب الذي كان يقف إلى جانب نصر الحريري على يسار نصر الحريري هذه السورة وهو يضع شعار جبط النصر المدرجة على لائحة الإرهاب الدولي وهو يقف الآن في جنيف في مبنى الأمم المتحدة يتحدث عن الحل السياسي ويتحدث عن الإرهاب ويتحدث عن من يدعم داعش الجيش العراقي يقطع آخر طريق رئيسي للخروج من الموصل ويسيطر على طرق الوصول إلى المدينة من الشمال الغربي طهران تؤكد على سياسة ضبط النفس إذا محاولة السعودية تأجيج التوتر في المنطقة الرئيس المصري يتطلع إلى رفع مستوى التعاون مع روسيا في مجال الصناعات العسكرية من جديد أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية في العراق تتقدم القوات العراقية في عملياتها العسكرية في مدينة الموصل وتقطع آخر طريق رئيسي للخروج من الموصل كما تسيطر أيضا على طريق الوصول إلى المدينة من الشمال الغربي على مختلف الجبهات القتالية تستمر القوات العراقية بوتيرة عالية لإتمام السيطرة الكاملة على الساحل الأيمن لمدينة الموصل وفي هذا السياق أعلن الجيش العراقي سيطرته على الطريق الرئيسي الرابط بين تلعفر والموصل شمال غرب العراق الذي يشكل الشريان الرئيسي الذي يستخدمه تنظيم داعش في إمداداته وتحركات مسلحية تعني السيطرة على الطريق قطع آخر طريق رئيسي للخروج من الموصل مع قل داعش الأخير في العراق مصدر عسكري بالفرقة المدرعة التاسعة بالجيش العراقي كشف أن قوات الفرقة أصبحت على بعد كيلومتر واحد من بوابة الشام في الموصل وهي المدخل الشمالي الغربي للمدينة المصدر أكد السيطرة على الطريق الرابط بين الموصل وتلعفر وهي آخر معقل لتنظيم داعش وهي تتمتع بأهمية استراتيجية كونها تشكل حلقة الوصل بين المدينة العراقية ومعاقل داعش في سوريا وفي سياق متصل قال مصر عسكري عراقي إن نحو 800 نازح جديد من الأحياء الغربية للموصل نقلوا إلى مخيم الجدعى جنوب المدينة بعد فرارهم من مناطق القتال وأوضح أن أغلب الفرين هم من الأطفال والنساء وكبار السن مضيفا أن قوات الأمن سهلت عملية نقل النازحين عبر ممرات آمنة وصولا إلى المخيم كل يوم تتسع المناطق التي تحررها القوات العراقية مع ترقب العراقيين اكتمال المعركة لتكون الموصل ومحيطها وكل بلاد الرافدين خالية من إرهاب موله الغرب لتحقيق أجندات خاصة ومطامع استعمارية في المنطقة تصر الولايات المتحدة الأمريكية وبموازات نظرتها الدونية إلى السعودية على المستويين الرسمي والشعبي تصر على توثيق علاقاتها مع دول الخليج إلى أقصى الحدود وبخاصة مع السعودية تزعم الولايات المتحدة الأمريكية أنها حليفة للنظام السعودي ولكن رغم ذلك فإن نظرة أمريكا للسعوديين على المستويين الرسمي والشعبي هي نظرة دونية في حين أن كل ما يفعله النظام السعودي مواصلة تقديم الولاء للولايات المتحدة بشكل مطلق نظرة العديد من الأمريكيين تجاه السعودية الوهابية قبيحة فغالبا ما يعتبر السعوديين الوهابيين قاطعي رؤوس كارهين للنساء لا يختلفون كثيرا عن مناصر داعش الذي يشكل خطرا على الكثير من دول الشرق الأوسط وحتى أوروبا القنوات التلفزيونية الأمريكية والأعلام الإخباري والأفلام السينمائية والأدب الغربي عموما يعمد إلى تحقير السعوديين وشيطنتهم إنها علاقة غريبة لا تفسر سوى كعلاقة السيد بعبده ففي حين يقدم النظام السعودي كل ثرواته بالمجان تقريبا لأمريكا تواصل الإدارات الأمريكية احتقار هذا البلد واستخدام سياسة الوجهين إزاء السعوديين معهد واشنطن المختص بدراسات الشرق الأوسط نصح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقوية العلاقات مع دول الخليج إلى أقصى الحدود وبخاصة مع السعودية التي وصفها بأنها الأكثر أهمية وبين التقرير أن النظام السعودي أنفق على مر السنين ملايين الدولارات على جماعات الضغط بهدف تحسين صورته من دون نجاح واذكر وهو لم يتمكن من منع الكونغرس العام الماضي من إقرار قانون يتيح للأمريكيين مقاضات النظام السعودي على مزاعم دعمها للإرهاب ودع التقرير واشنطن إلى تجنب الظهور وكأنها منحازة فيما يخص شؤون العائلة المالكة في السعودية مشددا على أن الرابط بين واشنطن والرياض هو الأهم بالنسبة للعلاقات الأمريكية مع دول الخليج المحافظة لكنه يواجه مجموعة من التحديات المعقدة لذلك تتطلب هذه العلاقة عناية دقيقة ومن جانب آخر أعلن وزير الخارجي الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده ستواصل سياسة ضبط النفس إزاء محاولة السعودية خلق مزيد من التوتر في المنطقة مشيرا إلى عدم وجود إرادة لدى النظام السعودي في خفض مستوى هذا التوتر ونقلت وكالة تسليم الإيرانية للأنباء نقلت عن ظريف قوله في مقابلة صحفية إن إيران لا تزال ترى في علاقاتها مع جيرانها أولوية بالنسبة لسياستها الخارجية مشددا على أن بلاده تعارض أي تهديد لأمن دولة في المنطقة لأنها تعتبره تهديدا للمنطقة بأكملها وكان ظريف أشار في تصريحات صحفية يوم الأحد الماضي إلى أن إيران تؤكد ضرورة الحوار والتعاون لوضع حلول للمشكلات التي تعاني منها منطقة الخليج في حين أن النظام السعودي وغيره يضعون العراقيل في هذا الطريق إلى تونس حيث أعلنت وزارة الدفاع التونسية مقتل إرهابيين اثنين خلال عملية تمشيط في جبال منطقة القصرين وسط البلاد وقالت الوزارة في بيان إن إرهابيين قتل في جبل سمامة خلال العملية العسكرية التي لا تزال مستمرة في مطاردة الإرهابيين من جهتها ذكرت وسائل إعلام تونسية أن عدد قتل الإرهابيين أكثر من اثنين مرجحة مقتل سبعة منهم خلال هذه العملية وكانت قوات الجيش شنت عملية مماثلة في السابع عشر من شباط الماضي أسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين في جبل سمامة إلى مصر حيث أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه في القاهرة نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري روغوزين أنه يتطلع إلى رفع مستوى التعاون بين روسيا ومصر في مجال الصناعات العسكرية السيسي أكد على قوة العلاقات المصرية الروسية وتميزها وأهمية العمل على تنميتها وتطويرها على مختلف الأصعدة كما شدد السيسي على تطلع مصر للارتقاء بالتعاون بين البلدين في مجال التصنيع سواء للمنتجات المدنية أو العسكرية وخاصة في ضوء ما تتمتع به روسيا من إمكانيات تكنولوجية وخبرات علمية متطورة وفضلا عن الخبرة المتوفرة لدى الجانب المصري في التعامل مع التكنولوجيا والمنتجات الروسية لعقود طويلة في اليمن رد الجيش الليجان الشعبي على العدوان السعودي بتدمير مدرعة وأليات للمرتزقة والاستلاء على عتاد عسكري في عملية نوعية شرق المخى بتعز وسقط عدد من القتلى والمصابين في صفوف مرتزقة النظام السعودي ردا على العدوان السعودي الأمريكي لقيا عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وأصيب آخرون في عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية شرقي المخى بمحافظة تعز تم خلالها الاستلاء على أليتين عسكريتين وأسلحة نارية واستعادة عدة مواقع وفي محافظة الجوف دمر الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية تابعة لمرتزقة العدوان في منطقة الخنجر بمدرية خب والشعف واستمرارا لعملية الردع والرد في جبهات موراء الحدود دكت صاروخية ومدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات مرتزقة النظام السعودي في منفذ علب بمنطقة عسير محقيقة إصابات مباشرة في سياق تصعيد العدوان القائم على امتداد السواحل الغربية لليمن واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته على عدد من المحافظات بما فيها مطار الحديدة مستخدما قنابل عنقودية محرمة دوليا ومستهدفا منازل المواطنين ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة النظام السعودي يشن منذ نحو عامين عدوانا على اليمن يستخدموا خلاله أسلحة محرمة دوليا ما خلفا عشرات آلاف الشهداء والجرحة وأدى إلى تدمير كبير طال الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية في اليمن وسط عام المجتمع الدولي عن جرائم العدوان السعودي الأمريكي أجرت إيران اختبارا لمنظومة باور 373 الصاروخية وهي النسخة الإيرانية لمنظومة صواريخ S300 مع استمرارها بإجراء اختبارات على منظومة الدفاع الجوية إيران تعلن على لسان مساعد وزير الدفاع العميد أمير حاتمي إجراء اختبار لمنظومة باور 373 الصاروخية وهي النسخة الإيرانية لمنظومة الصواريخ S300 العميد حاتمي صرح أن هذه الاختبارات ستستمر لغاية تسليم المنظومة إلى الوحدات المرتبطة وأن جميع النشاطات الدفاعية ومنها العمل على هذه المنظومة الدفاعية تجري وفق البرنامج المعد وسيتم الإعلان عنها عند الضرورة روسيا وإيران في وقت سابق وقعت اتفاقا تسلم روسيا بموجبه إيران أنظمة الصواريخ أرض جو S300 ويأتي ذلك بعد رفع العقوبات الدولية عن إيران قبل أشهر بعد الاتفاق الذي أبرمته مع القوى الغربية بشأن ملفها النووية وكانت إيران قد أزاحت ستارة عن منظومة باور 373 في شهر آب من العام الماضي في اليوم الوطنية للصناعات الدفاعية تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئصال خطر داعش نهائيا بالتعاون مع حلفاء بلاده وخاصة الحلفاء في العالم الإسلامي المبادرون إلى طرح المشروع كانوا يسعون لتحقيق أهداف سياسية بهذه الكلمات وصف رئيس لجنة الشؤون القانونية بمجلس النواب الأمريكي بوب غودلات المشروع الذي قدمه ديمقراطيون تمهيدا للبدء بتحقيق النيابي في العلاقات المزعومة بين الرئيس دونالد ترامب وروسيا والذي يمص على إلزام وزارة العدل بتقديم وثائق تكشف عن علاقات ترامب مع روسيا للكونغرس كلام غودلات أتى بعد نجاح الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي بإفشال مشروع القرار إذ أسقطه الأعضاء الجمهوريون بأصواتهم الثمانية عشر مقابل ستة عشر صوتا ديمقراطيا لصالح المشروع مؤكدا أن من طرحه لا يهتم بالتحقيق في الموضوع تعود التحقيقات إلى تقرير قدمته الاستخبارات الأمريكية حول التدخلات الروسية المزعومة في الحملة الانتخابية الأخيرة في الولايات المتحدة فيما نشر موقع بوزفيد الإلكتروني الأمريكي تقريرا سريا حول العلاقات المزعومة بين موسكو وترامب بما في ذلك معلومات عن جمع الكريملين مستمسكات على الملياردير الأمريكي لكن تراجع الكونغرس عن هذا القرار يؤكد كما جاء على لسان غودلات سياسة الطرح وضغطنا على ساكن البيت الأبيض الجديد إذا ما أراد التغريدة خارج سرب المؤسسات الحاكمة في الداخل الأمريكي هذا وكان لافتا إصرار ترامب تجنب الحديث عن روسيا في خطابه الأخير أمام الكونغرس المزيد من التفاصيل في التقرير التالي إصرار ترامب تجنب الحديث عن روسيا أصبح ميزة رئيسية في خطاب الرئيس الأمريكي عكس سلفه باراك أوباما الذي وصل لدرجة وضع موسكو إلى جانب تنظيم داعش وعلى رأس قائمة المخاطر الدولية تجنب ترامب هذا وصمته تجاه العلاقات مع روسيا كان واضحا في خطابه الأول أمام الكونغرس الأمريكي رغم أن موسكو كانت حاضرة بقوة في ملفاته صمت ترامب كان محفوفا بالمعاني خاصة عندما تحدث عن محاربة الإرهاب وعن ضرورة البحث عن أصدقاء وشكراكاء جدد في العالم وفي إشارة أخرى إلى وجود أسس لهذا التفاؤل جاءت تصريحات الخبير الأمريكي بول فاليلي الذي يقدم استشارات لإدارة دونالد ترامب في مجال السياسة الخارجية التوقع توصل موسكو وواشنطن إلى توافق حول تسوية الأزمة في سوريا في غدون ثلاثة أشهر أعمل حاليا على أعداد مفاجأة لكم جميعا لكن لا يمكنني أن أكشفها الآن وعليكم الانتظار تسعين يوما لتعرفوا ماذا سيحصل بين الولايات المتحدة وروسيا من جهة ثانية أوضح ديمتري بسكوف الناطق باسم الرئيس الأمريكي أن تركيز الرئيسين ترامب وبوتين على تحقيق المصالح القومية لبلديهما من شأنه أن يوفر قاعدة متينة للتفاهم وكذلك لتعزيز العلاقات باعتبار أن سياسات أوباما وانشغاله بقضايا دولية كثيرة بعيدة عن الحدود الأمريكية كان أمرا ضارا بالمصالح القومية الأمريكية قبل كل شيء طالبت منظمات صحفية دولية نظام أردوغان بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين فيما استدعت ألمانيا السفير التركي للاحتجاج على اعتقال مراسل صحيفة ألمانية وساما شحود والتفاصيل صحفيون من المعهد الدولي للصحافة ومن مؤسسة مراسلون بلا حدود ومن جمعية الصحفيين الأوروبيين وعدد من الصحفيين المستقلين طالبوا النظام التركي خلال اجتماع لهم في اسطنبول بضرورة الإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين في سجون أردوغان بدون أي تهم رئيس جمعية الصحفيين الأتراك تورغاي أولغات أكد أن السلطات التركية لم تسمح أبدا من قبل لأي محام بزيارة الصحفيين المعتقلين لافتا إلى أن مجموعة الصحفيين المعتقلين حاليا في سجون تركيا وصل إلى 145 صحفيا أغلبهم صحفيون معروفون ولهم تاريخ طويل في العمل الإعلامي اعتقال نظام أردوغان للصحفيين ومصادرة أقلام أصحاب الكلمة دفع بالخارجية الألمانية إلى استدعاء السفير التركي في بيرلين للاحتجاج على اعتقال مراسل صحيفة دوتشي فيلي في تركيا دينيز يوجال وزير الخارجية الألماني سيغمار جابرييل أكد أن العلاقات التركية الألمانية تواجه أحد أكبر المشكلات في الفترة الأخيرة جابرييل وفي أقل من 24 ساعة أدلى بتصريح ثاني بشأن اعتقال الصحفي يوجال أكد خلاله أن الدستورين التركي والألماني يحميان الصحفيين وليس بإمكان أي دولة ديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان استخدام القضاء لمطاردة الصحفيين خطوة اعتبرها خبراء سياسيون أتراك بمثابة رد من تركيا على التحقيقات التي تديرها السلطات الألمانية بحق الآئمة التابعين لرئاسة الشؤون التركية المتهمين بالتجسس على المعارضين الأتراك بدأت شركة توبوليفا الروسية لصناعة الطائرات العمل على صنع النموذج الأول من قاذفة قنابل وصواريخ استراتيجية متطورة ونقلت وكالة سبوتنيك عن مصدر صناعي عسكري روسي لم تكشف عن هويته قوله إن الطائرة الجديدة ستكون قادرة على التخفي عن الرادارات المعادية وستوضع أسلحتها بما فيها الصواريخ التي تفوق سرعة الصوت داخل الطائرة وكان نائب وزير الدفاع الروسي يوري بويسوف أعلن في وقت سابق أن القاذفة الاستراتيجية الجديدة ستفوق كفاءة جميع قاذفات القنابل الموجودة حاليا اعتراضات شعبية على نشر منظومة الصواريخ الأمريكية ثاد في كوريا الجنوبية ومظاهرات في سئول وتهديد برفع دعاوى قضائية ضد وزارة الدفاع الكورية الجنوبية زينب مخلوف والتفاصيل جدال وغضب شعبي في كوريا الجنوبية إثر نشر صواريخ المنظومة الأمريكية ثاد على أراضيها بعض سكان المنطقة التي من المنتظر أن تتموضع فيها المنظومة الصاروخية الأمريكية هددوا برفع دعاوى قضائية ضد وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بحسب ما أفاد به محامون واجتمع المتظاهرون بالعاصمة الكورية سئول رافعين لافتات ومرددين شعارات منددة بالاتفاق الأمريكي الكوري الجنوبية المنظومة الأمريكية الجديدة منظومة متطورة ومصممة لاعتراض صواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى وهي مزودة برادار بعيد المدى من طراز تو تي و تي بي واي بحجرة التهديد الناجم عن كوريا الديمقراطية وقد توصل الجانبان إلى اتفاقية بشأن نشر هذه المنظومة في تموز العام الماضي روسيا والصين دعت واشنطن وسئول إلى التراجع عن خطتهما القضية بنشر المنظومة الأمريكية في الأراضي الكورية الجنوبية موسكو وبيكين أعربتا في بيانا مشتركة عن قلقهما العميق والمعارضة الشديدة من مواصلة واشنطن وسئول عملية نشر المنظومة المذكورة وطالبتا باحترام موقفهما في هذا الشأن إضافة إلى تجنب القيام بأعمال قد تؤدي إلى تصعيد الوضع المعقد في شبه الجزيرة الكورية ما يبدو على الأرض أن المسألة قطعت شوطا لا رجعة فيه فقد حددت سلطات كوريا الجنوبية بقعة أراض لنشر عناصر المنظومة متجاهلة حتى غضب مواطنها الذين نظموا مظاهرة في سيؤول للاحتجاج على الانتهاكات الأمريكية لحرمة بلادهم وصب زيت على نار الأزمة المستعصية في شبه الجزيرة الكورية بهذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة الرئيسية تذكير بأبرز العنوين بتوجيه من الرئيس الأسد العماد أيوبيا يقوم بجولة ميدانية فقد خلالها قوتنا العاملة في حلب ورفيها الجيش العربي السوري يسيطر على جبل هيال والتلال الاستراتيجية المشرفة على تدمر وسط حالة من الانهيار في صفوف داعش مصدر مقرب من وفد الجمهورية العربية السورية إلى جينيف يكشف عن ارتياح الوفد لسير المحادثات وعن تقديمه مجموعة من التعديلات والملاحظات على ورقة ديمستورا موسيقى وفي العراق الجيش العراقي يقطع آخر طريق رئيسي للخروج من الموصل ويسيطر على طرق الوصول إلى المدينة من الشمال الغربي موسيقى وتابعنا أيضا في هذه الساعة الإخبارية منظمات صحفية دولية تطالب أردغام بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين وألمانيا تستدعي السفير التركي للاحتجاج على اعتقال مراسل صحيفة ألمانية بهذا نصل إلى ختام هذه الساعة الإخبارية قدمناها لكم من قناة الإخبارية السورية في بمجموعة دمتم بأمانية اشتركوا في القناة